اهلا بكم اعزائي طلبة طلبات التعليم الفني مع حلقة جديدة من حلقات في طريق النجاح النهاردة هنكمل حلقتنا عن مادة التخطيط للصف الثالث قسم الملابس الجاهزة الحلقات اللي فاتت احنا اتكلمنا فيها عن ادارة الموارد البشرية وكيفية التخطيط لادارة الموارد البشرية داخل مصنع الملابس الجاهزة واتكلمنا عن الدور اللي بتقوم بيه ادارة الموارد البشرية وايه هي خطوات نجاح الادارة وبطاقة الوصف الوظيفي وكيفية اختيار الافراد اللي هيجي يشتخلوا داخل المؤسسة او المنظمة واخدنا بطاقة الوصف الوظيفي والمسمى الوظيفي وكيفية بعد كده داخلنا في التدريب واهداف ادارة التدريب وكيفية ان ادارة التدريب بتتعاوب مع ادارة الموارد البشرية في تدريب الافراد اللي هيشتغلوا داخل المؤسسة او المنظمة وانه احتياجات المنظمة من التدريبات اذا كان فيه الات او معدات جديدة بتدخل عندي هدرب عليها الفنيين او ان انا او برامج جديدة بتدخل بدرب عليها ايه الفنيين اللي موجودين وكمان بدرب الافراد اللي هم الجدد اللي جايين يشتغلوا عندي داخل ايه المنظمة او المؤسسة اه اتكلمنا عن ادارة التدريب وتعريف واهمية ادارة التدريب هنتكلم النهاردة عن البرامج التدريبية المتاحة داخل المؤسسة او المنظمة وهي انواع البرامج التدريبية اللي بيتم على اساسها تدريب الافراد داخل المؤسسة بتاعتي طبعا احنا قلنا ان التدريب ده مهم جدا لان انا بدرب الافراد على الالات والمعدات لازم اكون مواكب التكنولوجيا الحديثة اللي هي موجودة داخل المصانع واي تكنولوجيا جديدة لان احنا عارفين ان صناعة الملابس الجهزة في تطور مستمر وتطور مرتفع والتكنولوجيا دخلت في مجال الصناعة بتاعة الملابس الجهزة في الالات والمعدات والماء وكمان الاقمشة والمنصوجات كل ده بقى في تطور مرتفع جامد جدا في التكنولوجيا فلازم يكون اي مصنع او مؤسسة يكون مواكب بهذه التكنولوجيا يكون ملم بيها وعنده كل التغطية الكاملة لكل اي اي تكنولوجيا حديثة تدخل على المجال ده ويبقى عنده هيئة تدريبية عالية لتدريب الافراد عنده لمواكبة التكنولوجيا الصناعية المستمر تعالوا نتكلم النهاردة عن التدريب ونتكلم عن البرامج التدريبية تعالوا نشوف برامج التدريبية النهاردة هنقول فيها ايه انواع برامج التدريب البرامج او الحاجة البرامج التوجيهية يعني ايه برامج توجيهية يعني انا بعمل التدريب ده للتوجيه يعني انا بوجه لحاجة معينة او برشل على حاجة معينة فبعمل التدريب ده عشان اوجه بيه الاشخاص والافراد او توضيح بعض المعارف الغير واضحة ليهم اول حاجة تعريف الموظف الجديد على مهام عمله يعني انا بيجي لي موظف جديد لسه شغال عندي جديد فلازم يعرف ايه هي مهام العمل بتاعه وبعدين كمان يجب تقديمه لزملائه في العمل يعني لازم يكون عارف يتعرف على زملائه في العمل من دول اللي يشتغل ايه معاهم واعطاقوا فكرة عن اهمية وظيفته ومركزه بالنسبة للمنظمة لسرعة ارتباطه بها يعني لازم يكون حسسه باهميته وان المنظمة محتاجاة وان هو لازم يكون على القدر الكافي من المعرفة والانتماء للمنظمة بتاعته التغلب على مشاعر الخوف والقلق التي تصاحب اي عمل جديد وشعوره بالرضى عن عمله التدريب في الوظيفة او في اماكن خاصة التدريب في الوظيفة اللي هو يشتغل فيها او ممكن اكون مجهز مكان خاص للتدريب بدرب فيه الناس عندي عندما يكون مكان العمل لا يسمح بالتدريب يتجه التدريب الى اماكن اي خاصة يعني انا لو عندي المكان ما بيسمحش للتدريب بعمل مكان خاص اي بيشبه نفس مكان العمل بعمل مكان خاص بالتدريب قد يكون العمل صعبا او يؤثر على الانتاج او تعرض المتدرب الى الخطر يعني برضو ما اننا اهم حاجة اننا المكان التدريب ده ما يقصرش على ايه ما يسبب ليش اي اثر جانبي او اي خطر على المتدربين او الخوف على سلامة الاخرين او اتلاف المعدات غالية السمن يعني برضو لازم احافظ على المعدات والقالات بتاعتي داخل المؤسسة واحافظ على سلامة الاخرين من الاصابات يتم التدريب في اماكن شبه اماكن العمل الفعلية زي مثلا تدريب الطيران طبعا هو تدريب الطيران مش هجيبه حد يجيبه طيارة ويطلعوه على الطيارة بيبقى بيعملوا تدريب شبيه بده في مكان يشبه التدريب بحيث ان هم يتدربوا ما يبقاش في اي اصابات عيوب هذي الطريقة ان العامل في حاجة للظروف الطبعية الواقعية مع المدرب اسناء تأدية عمله يعني بيبقى في عدم التوافق شوية لان بيبقى ده شبه مكان التدريب ولكن ليس مكان المصنع نفسه فبيبقى المتدرب محتاج ان هو يعيش يبقى لامس ظروف العمل والظروف الطبعية والواقعية اللي هيبقى هيتم فيها تأدية عمله ده فبحاول اوفر ده في المكان بتاع التدريب عشان يبقى ايه شبه يبقى ايه بيمر بالظروف الطبعية والواقعية اللي بيمر فيها داخل ايه العمل تاني حاجة التدريب العلاجي التدريب ايه العلاجي ايه هو بقى التدريب العلاجي قد يحتاج العامل الى تدريب اضافي اذا فشل فيه تحقيق مستوى الاداء المطلوب يعني انا دلوقتي بعد ما دربت الاشخاص على العمل دربتهم فلاقيت ان هم بعض الحاجات او بعض المهارات اللي هم اتضربوا عليها في بعض الافراد واقع منهم جزء او ان هم خرجوا من التدريب مش فاهمين حيك لان انا عندي فروق فردية فالفروق الفردية دي فيه اشخاص هتفهم من اول مرة فيه اشخاص هتفهم نص ونص فيه افراد مش هتفهم خاص فطبعا انا لازم اراعي الفروق الفردية في التدريب فانا ماش هاجي قدامي الناس اقولهم ده الشخص ده انت انت ما فهمتش او انت ما اكتستش التدريب فانا هعدهولك تاني لا انا ممكن بطريقة اخرى ان انا ادربه بس غير ما احسسه ان هو مش فاهم او ان هو مستوى اقل من زميله واستعابه اقل من زميله فده بنسميه التدريب ايه العلاجي تعالوا بقى نشوف التدريب العلاجي هنا قد يحتاج العامل الى تدريب اضافي اذا فشل في تحقيق مستوى الاداء المطلوب في حالة ان ينسى العامل الطريقة السليمة واتباع طرق مختصرة اقل جهد ادخال وسائل او الات ايه حديث قد يكون التدريب العلاجي محرجا للعامل ويعتبر تقليل من زكاؤه وكفاعته بعد كده عندي التدريب للترقية طبعا التدريب للترقية ده احنا بنقول ان انا عدلوقتي عندي افراد هيتم ترقيتهم من درجة لدرجة اعلى فهيتمقلوا لوظيفة اعلى فبالدالي ان هما لازم يعمل لهم عاملية تدريب عشان اوصلهم للايه للدرجة اللي هما هيترقوا لها ويبقى فاهمين العمل اللي هيقوموا به ومهام وظيفتهم الجديدة هتكون ايه فانا بعمل تدريب اسمه تدريب لالترقية تعالوا مشوف تدريب الترقية ده محتوى ايه يبقى التدريب للترقية تدريب الافراد الى وظائف اعلى يلزم ذلك معارات وظيفية اعلى وهم في وظائفهم الحالية وايضا من الوسائل المتبعة استماح للعاملين بدراسة بعض الوقت ودفع جزء او كل المصاريف الدراسية قد ينتقل العامل بعد كل هذا التدريب والتكلفة التي صرفت عليه الى شركة ايه اخرى يجب على الشركة تكون جاذبة للعامل وتهيئ له الظروف المناسبة للعمل ليكون له ولاء للشركة عوامل نجاح سياسة التدريب ايه يبقى عوامل نجاح سياسة التدريب التدريب يعني تغيير انماط السلوك انا بعمل تدريب ليه عشان اعمل تغيير في انماط السلوك وهي عملية صعبة جدا لان العامل يقاوم المعرفة الجديدة العناية بوضع برامج تدريبية ناجحة لتحقيق اداء افضل لازم يكون عندي برامج تدريبية احط برامج تدريبية تكون ناجحة عشان احقق الايه الاداء حماس العاملين لتحقيق اداء افضل لازم يكون عندي العاملين حماس لتحقيق اداء افضل ارتفاع الروح المعنوية للعمال ثقة العمال في التدريب حيث سيعود عليهم بالنفع ثقة العمال في انفسهم بقدراتهم على استعاب الجديد في التدريب لابد للتدريب ان يهدف الى الاجباع الوظيفي والانتاجية العالية سياسات الترقية تدعم سياسة التدريب اعداد اشخاص اصحاء ذهنية ونفسية تشجيع المتدرب على التحليل بقصد الوصول الى حلول المشاكل التي يتعرضون ايه لها يشجع البرنامج الاراء الصريحة لمعرفة مختلف فجهات النظر ان يكون البرنامج مرنا وذلك لتتاح لهم الفرصة في تجربة الترق الجديدة وادخال مقترح او تعديل عن اقتناع وفائدة نيجي بقى نشوف نموذج لاحدة التدريبات في مجال صناعة الملابس الجاهزة والتريكو تعدف برامج اعداد وتدريب العمالة الفنية لصناعة الملابس الجاهزة والتريكو بقطاع الصناعات النسجية لتحقيق الاهداف العامة للعملية الانتجية يعني الهدف ان انا احقق الايه الاهداف العامة للعملية الانتجية هي ان يصبح الانتاج بالجودة القياسية المطلوبة يعني انا عايزة انتاج عايزة الجودة الانتاج بتاعي يكون بجودة قياسية ايه مطلوبة طبعا الانتاج يكون بالكميات الصحيحة يكون الزمن بتاع الانتاج يكون متفق عليه يبقى انا بعمل التدريب دوت علشان اوصل ليه الحاجات دي ان يكون ان يصبح الانتاج ايه الانتاج بالجودة القياسية المطلوبة بالكميات الصحيحة في ازمنة ازمنة ايه ازمنة المتفق علي يعني يكون الوقت اللي هيخلص فيه المنتج ده يكون زمن متفق عليه خطة التدريب هو التدريب ليه خطة او طبعا لازم احط خطة للتدريب ممكن الخطة دي تبقى ايه سنوية ممكن تبقى شهرية ممكن تبقى اسبوعية ممكن تبقى كل 15 يوم يبقى انا لازم اكون حطة خطة للتدريب بتاعي داخل المؤسسة او المنظمة بتاعتي عشان ابقى عارف الخطة التدريب لان انا مفروض ان انا عندي ترقي بقى انا معانا كده ان انا عندي بعض الافراد الموجودين بيبقى ليهم معاد معين للترقية لازم يكون عاملة خطة للتدريب ده عندي برامج تسقفية ممكن اديها للافراد عندي برامج للسلامة والصحة المهنية وده مهم جدا البرنامج دوت ان الفنيين والافراد اللي شغالين داخل المصنع يكون عارفين برنامج السلامة والصحة المهنية ممكن كمان يبقى فيه برنامج عن الاسعافات الاولية المخاطر والكوارث دي برامج ممكن احطها بتبقى برامج تسقفية وبتبقى برامج هادفة للافراد اللي شغالين عندي في المصنع تعالوا نشوف خطة التدريب وايه هي المحتوى بتاع خطة التدريب خطة التدريب لنجاح اي عملية تدريبية لابد من قياسها في ضوء الضبط الاحصاء لازم يكون عاملة احصائية لاحتياجات التدريبية لتحديد زمنها وقياس تطورها لدى كل متدرب يعني لازم اكون محددة الزمن وكمان هشوف هي هتضيف ايه للمتدرب وهتطور في ايه يبقى شفتوا بقى المهم جدا ليه التدريب يبقى لنجاح اي عملية تدريبية لابد منكو يسحى في ضوء الضبط الاحصائي لازم يكون عاملة احصائية للبرامج التدريبية دي ومحدد زمن التدريب كمان ومحدد هتطور ايه داخل المتدرب يعني المتدرب اللي هيحضر ده هيستطوره انا عايزة التدريب ده يرفع مهارة ايه يعدل سلوك ايه هو ده اللي مهم جدا اللي بيطلع منه من التدريب عشان التدريب ده ينجح يتم اكساب المهارات بترتبها من الابسط الى الاكسر تعقيدا في ضوء تحليل المهارات يعني انا مش لازم اعمل المهارات الصعبة في الاول لا لازم اكون مبسط له الدنيا اثناء التدريب علشان انا لو عقق لو التدريب بدأ بالاكسر تعقيدا او بالصعوبة مش هيقدر يفهم انا عايزة منه ايه او متطلبات ايه العمل يبقى انا ببسط له التدريب جدا ببدأ من الابسط الى الاكسر ايه تعقيدا تحليل المهارات للعمليات الانتاجية اللازمة لعمال الحياكة بالمصانع الانتاج يعني لازم يكون عندي المهارات ان انا عايزة الفنيين اللي عادينا على المكانة الحياكة يطلعوا منتج جيد فلازم اكون عامل تحليل المهارة دي وايه هي العمليات اللازمة للوصول لمهارة جيدة بالمصانع الانتاج المتسلسل في ضوء هندسة الانتاج لدراسة الزمن والحركة لعمليات المنولة يعني عند الوقت بعمل المنتج المنتج بتنقل من مكانة لما يوصل لاخر مكانة يكون اتجمع المنتج كله فببقى فيه هنا عمليات منولة المكنة دي بتخلص بتناول المكنة اللي وراها وهكذا فلازم يكون فيه سرعة وفيه حركة ويكون متحدد كمان الزمن اللي هيشتغل فيه علشان ما يعطلش الانتاج لان انا لو عندي عامل شغال على مكنة وبطيء في الشغل هيتركم عليه الشغل وبالتالي المكنة اللي بعديه هتبقى الشغل عليها بطيء وفاضي فهيعتللي فيه الانتاج فرازم اراعي الزمن والحركة فيه عملية التناول ده مهمة قوي قوي في التدريب وإحنا قلنا ان انا بحدد السرعة بتاعة العامل لازم يكون العامل اللي يشتغل على مكان سرعة الانتاج أبقى زابط السرعة بتاعته على سرعة المكينة ما يكونش عنده بطء ولو عنده بطء بعمله تدريب عشان يتدرب على السرعة بتاعة المكينة نكمل نكساب المتدرب اي مهارة لابد من الشرح مع استخدام وسائل اضاحة يعني لازم اشرح واعمل وسائل اضاحة كمان العرض العملي للتنفيذ لازم يكون فيه عرض عملي للتنفيذ لان احنا جغلونا كله مهارات عملية مش نظرية فلازم يكون هو شايف قدامه العملي بتنفذت ازاي على الايه المكينة اتأكد من المتدرب قد فاهم المطلوب بشكل صحيح لازم اتأكد من ده طب انا بتأكد من ده ازاي ممكن اعمله اختبار صغير ادي له سؤال اخليه يجرب بنفسه هو ده ان انا ما يخرجش من التدريب الا ما يكون فاهم بطريقة صحيحة ايه المطلوب منه للتنفيذ تبني المهارات واحدة تلو الاخرى لازم يكون ايه متبني المهارات دي واحدة وراء التنى لا نتوقع من المتدرب ان يكتسب اكثر من مهارة دفع وحدة حيث لا يستطيع المخ البشري التفكير في اكثر من فعل في اي فئان واحد لا نتوقع من المتدرب ان يكتسب اكثر من مهارة دفعة واحدة حيث لا يستطيع المخ البشري التفكير في اكثر من فعلا يعني دلوقتي انا ما اقدرش ادل المتدرب الا تدريب واحد بس ادلو مهارة واحدة بس هو لا يشتغل فيها ما ادلوش اكتر من مهارة لانه مش هيستوعب المهارات الكتير اللي اخدها هو جاي انا ادربه على مهارة واحدة فقط اول ما اكتزها ادربه على ايه تاني مهارة اكتزها ادربه على تلت مهارة لكن ما قدرش أديله كل المهارات مرة واحدة هو مش هيفهم ولا واحدة منه ومش هيستوعب ولا واحدة منه لا يجب البدء في تدريب المتدرب على المهارة الثانية مثلا قبل أن يجيد المهارة الأولى وهكذا يعني لازم أنا دربتها على المهارة الأولى لازم أتأكد أنه أكتاز المهارة الأولى دي قبل ما أبدأ التدريب في المهارة التانية وكذلك ليه عشان أحافظ على مستوى العامل اللي يشتغل معي في المصنع ده وأضمن أنه هو فهم المهارة الأولى المطلوبة منه عشان ينفذها وأبدأ بعد كده أديله المهارة التانية وهكذا لغاية ما يوصل للمستوى الأعلى اللي أنا طلبه حيث أنه إذا تحولت المهارة الأولى إلى فعل اعتيادي بشكل خاطئ سوف يتطلب تقويمها إعادة التدريب بمعنى زيادة التكاليف أو القبول بمستوى سيء للمنتج يعني هو لازم يكون أنا متأكدة أن المهارة دي أخدها واكتسبها وجمان أدى فيها أداء جيد جدا لو أنا ما عملتش ده هلاقي أن أصبح عندي منتج سيء لي الغاية المهارات تتحول إلى عادة تلقائية بتكرار التمرين حيث تنتقل المهارة إلى الزاكرة المؤكدة لتتحول إلى أفعال اعتيادي وبتكرار التمرين عليها تنتقل إلى الزاكرة المستديم يعني أنا عندي المهارة دي لازم يبقى فيه تكرار في التدريب عليها أول ما بيوصل لمرحلة التدريب النهائي واجتيازه للمهارة دي خلاص المهارة دي بتتحفز بالزاكرة فبيعملها وبسفولة جدا وبتكون غير معقدة تماما وبيبقى اعتاد عليها بقيت حاجة عادية خالص إن هو يمارس المهارة دي يتضمن برنامج تدريب المراحل التالية المرحلة الأولى التأهيل والإعداد المخطط التأهيل والإعداد المخطط حيث أن مية تبقى في الزاكرة من مدخلات حاسة السمع يتراوح ما بين 10% إلى 15% يعني أنا عندي بعد ما بيخلص التدريب بيبقى الموجود في الزاكرة من 10% إلى 15% فقط بعد الانتهاء من التدريب المرحلة الثانية المدخل الفني إلى الماكينات العمل على الماكينة بدون لضم الخيط والتدريب على تمارين ورقية لإجسابة المتدرب مهارات يعني أنا بدي كل واحد ورقة وأقول له امشي على الورقة دي على الخطوط اللي أنا عملها لك على الورقة دي عشان أشوف مهاراته في ضبط الحركة على الماكينة قبل ما تدي له قطعة قماش وقول له ايه خيطها أو امشي على الخطوط فأنا الأول بقى ايه بخليه يمشي على الورق ورق تخين شبيه بالقماش وقول له امشي على الخطوط دي عشان أضمن أنه هو يعرف يمشي على الخطوط المستقيمة الخطوط المايلة الخطوط المنحنية دي كلها بياخد بعد كده بيبدأ أدربه على قطعة قماش بخليه يمشي على برضو قطعة قماش على الخطوط اللي أنا حطها بعد كده لما اكتاز المهارات دي كلها بيبدأ بعد كده روح ايه مشغلاه في الخط الانتاجي لأنه هو اكتاز كل المهارات اللي أنا ايه اديتها له تعالوا نشوف نكمل مع بعض يبقى العمل على الماكينة بدون لضم الخيط والتدريب على تمارين ورقية لإجساب ايه المتدرب مهارات تعالوا نشوف المهارات بقى التوافق العضلي البصري والحسي مع حركة ضغط وسحب الأجزاء الماكينكية الاحساس والتحكم في اتجاه تغذية الماكينة المرحلة الرابعة بقى له تدريبات السرعة والتوافق تدريبات السرعة والتوافق الهدف من التدريبات اكتاز المتدرب المهارات الاسسية للسرعة والتوافق البصري والحركة للعين واليد والقدم والصاق والثقة في العمل على الماكينة يبقى الهدف من التدريبات اكتاز المهارات الاسسية ماشي للسرعة والتوافق البصري والحركة طبعا لمين للعين واليد والقدم والصاق انه هو يقدر يتحكم في المهارات بتاعته اللي بتعتمد على العين الرؤية والسرعة والتوافق البصري واليد والقدم في الحركة ان انا بوعد على مكانة الحياة بستخدم كل الحواس بتاعت دي بتبقى مركزة فلازم تبقى مركزة كلها مع بعض عشان تديني عمل جيد المرحلة الخامسة للتدريب تدريب عملية بسيطة الهدف من التدريب اكساب المتدرب مهارات تكرار حركات المناولة الهدف من التدريب اكساب المتدرب مهارات تكرار حركات المناولة المرحلة السادسة تمرينات مصممة لإجساب المتدرب مهارات عملية إنتاجية المرحلة السابعة التدريب على العمليات الإنتاجية جي المرحلة السابعة أنه أنا أدربه بقى على عمليات إنتاجية أنه هو يبدأ يدخل فيه الخط الإنتاج مدابعة عمال التدريب داخل خطوط الإنتاج إزاي بقى تابع أنا دربت الفنيين والعمال دولت على التدريب وخرجوا من التدريب هيبدأوا ينزلوا خط الإنتاج ويبدأوا يشتغل هتباحهم بقى إزاي وهم شغالين في الخط الإنتاجي إيه خطوات اللي هتباح عشان أعرف هم اكتازوا التدريب وهيطبقوا اللي أخدوا صح ولا لم يكتازوا التدريب أو هيطبقوا غلط أو في حاجة توقعت منهم مش عارفين يكملوها في حاجات نسيوها لازم أعمل متابعة على الناس اللي اتدربت عندي دي تعالوا بقى نشوف أتباحهم إزاي داخل خطوط الإنتاج يتم متابعة العمالة المستجدة داخل الخطوط بعد فترة متابعة من قسم التدريب ويتم عمل تقرير يومي عن إنتاج العمال على النموذج الموضح وذلك تحديد إنتاج وكفاءة العامل المستجد يعني أنا بعمل بطاقة نموذج وبقى أتابع عليه يعني زي بطاقة الملاحظة أو التقرير كده وبقى أعمل تقرير يومي بينزل يتابع به الأشخاص اللي تم تدريبهم ويكتب في التقرير دوت هم الخطوات العمل أو التنفيذ وإيه هي كفاءتهم في العمل وفي الإنتاج بعد الانتهاء من فترة التدريب يتم إدخال العمال الجدد إلى المواضع التي تم التدريب عليها ومتابعتهم بالمصنع من إنتاج وجودة إنتاج يعني بعد ما خلص فترة التدريب دي خلاص وتأكدت أن هم اتدربوا كويس وطلعوا نتائج كويسة ببدأ أسكنهم في الأقسام اللي هم اتدربوا عليه نفع كفاءة العمال الجدد وتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتسجيل إنتاجهم كل ساعة تقييم النشاط التدريب كيفية تقييم النشاط التدريب إزاي أعمل تقييم للنشاط التدريب أنا طبعا بعمل ده عن تقريب بطاقة الملاحظة والتقارير اللي بتتم على المتدربين ببدأ أحدد من خلاله تقييم النشاط التدريب تعالوا شوف إزاي أعمل تقييم النشاط التدريبي تقييم النشاط التدريبي مراحل عملية تقييم النشاط التدريبي المرحلة الاولى التقييم عند اعداد الخطة التدريبية المرحلة الثانية التقييم اسناء التنفيذ للخطة التدريبية المرحلة الثالثة التقييم بعد تنفيذ الخطة التدريبية يبقى عندي فيه ما هو قبل وما هو اسناء وما هو بعد ادارة الاجور احنا كده اتكلمنا عن ادارة التدريب وخلصناها تعالوا بقى نشوف إدارة الأجور وإزاي أحدد الأجور للموظفين والعمال والفنين الموجودين داخل المؤسسة بتاعتهم هنا بيقول لي إدارة الأجور عرف الأجور وما هي الخطوط الرئيسية للسياسة تخطيط الأجور أول حاجة تعريف الأجر طبعا الأجر ده اللي هو الراتب اللي أنا بحطه اللي أنا هقبض عليه الناس سواء على الدرجة المالية اللي هو محطوطة عليها أو سواء أنا أحسبه بالساعة أو باليوم أو بالشهر أو بالأسبوع حسب الاتفاق اللي أحطه في العقد يبقى تعريف الأجر هو مقابل عمل مبزول وفق ما ينص عليه العقد المبروم المبرم بين العامل وصاحب العمل والشخص الذي يكون بالعمل يدعى أجير والشخص الذي يؤدي الأجر يدعى مشغلا يعني ده الأجر ده بيبقى متفق عليه داخل العقد بين العامل وصاحب العمل الخطوط الرئيسية لسياسة تخطيط الأجر الأجور يعني إيه الخطوط الرئيسية لسياسة تخطيط الأجور أول حاجة ضمان تحقيق العدالة في توزيع الأجر الاحتفاظ بالتوازن الواجب بين الأجور وبين الانتاج يعني لازم يكون في عدالة في توزيع الأجر دي أهم حاجة تاني حاجة بقى طبعا يعزم يكون في توازن بين الأجر وبين الانتاج ما يكونش الأجر أعلى من الانتاج ولا يكون الشخص اللي بياخد الأجر ده يكون عنده كفاقة وانتاج عالي الاحتفاظ بالتوازن مستمر بين الأجور النقدية والأسعار حفاظ بالتوازن مستمر بين الأجور النقدية والأسعار ملاحظة ترك فارق ملموس بين العمال غير الفنيين والعمال المهرة وفائك المهرة كحافظ العمال للاتجاه للتدريب ورفع مستواهم مهرتهم أنا طبعا دلوقتي أنا عندي عمال مهرة وعندي فنيين فلازم أراعي أن في الفنيين المهرة دولت لازم أراعي تكون عندهم حافظ عشان أشجحهم أن هما يبقوا متفوقين والعمال التانيين أشجحهم أن هما يحاولوا يبقوا في مهرة زي دول عشان ياخدوا حافظ نظم دفع الأجور هنا بيقولي كورن بين النظم دفع الأجور مع توضيح المزايا والعلوب لكل نظام إيه هي نظم دفع الأجور الأجر الزمني على أساس وحدات من الزمن كالساعة أو اليوم أو الشهر يقضيها العامل في عمله يعني أنا بحدد الأجر الزمني سواء بالساعة أو باليوم أو بالشهر ممكن بالأسبوع كمان مميزاته ضمان دخل معين للعامل يوفر الاستقرار النفسي للعامل يعني أنا بقى أنا عامل حسابي إن أنا باخد أجر والأجر ده لازم يكون بيلبي احتياجاتي وبيبقى فيه استقرار نفسي إن أنا عندي مرتب باخده نظير الأجر اللي أنا إيه بعمله صلاحية النظام بالنسبة للعامل العامل في حالة أداء مجموعة متفاوتة من الأعمال النمطية عيوبه هبوط مستوى الأداء نظلا لعدم التميز بين العامل المميز والعامل العادي هبوط توفر الحافظ لمضاعفة الإنتاج علاوة على إحباط العامل الممتاز الأجر حسب الإنتاج الأساس فيه نظم نظمه ارتباط الأجر ارتباطا وثيقا بمعدل إنتاج العامل أو بمتوسط إنتاج مجموعة من العمال يعني أنا ببقى محددة الأجر ده حسب الإنتاج يعني بدي الأجر حسب الإنتاج اللي بيطلع العامل في اليوم أو في الساعة أو في الأسبوع أو في الشهر أو في الطلبية كلها ممكن أحددها أجر العامل في الطلبية تدور فكرته حول مكافئة العمال المجدين إذا ما حقق معدلا محددا أو فائق عنه يعني أنا بقى دي مكافئة بقى عشان العمال اللي هما اللي عنده بيبزي الجهد مميز وفعال ده بتحاسب بالقطع سيتم هذا النظام في حالة الصناعات التي يسهل فيها قياس كمية إنتاج العامل أو مجموعة من العمال بدقة هذا النظام أفضل طريقة لزيادة الإنتاج ويساعدهم على التنبؤ بأحداث ووقائع المستقبل ويحدد معدل الأجر بقسمة الأجر الزمني الوظيفة على العدد النمطي لو الأدنى للوحدات يتوقع من العامل إنتاجها في اليوم مزايا بقى عدالة الطريقة واتقنها في المبدأ مع الكفاءة الإنتاجية سهولة حساب الأجر استعادة صاحب العمل من كمية الإنتاج الزائد مما يقلل التكلفة جودة السلعة ذات أهمية خاصة وجود الإشراف السليم ومعرفة الكمية الواجب إنتاجها في اليوم عيوبه بقى سوق صحة العاملين والإرهاقة الذي يصيب العامل يعني ده بيأثر على صحة العامل وبيبقى دايما على طول مرهق صعوبة استخدام هذا النظام الناجح إذا كانت العاملات متعلقة ببعضها البعض قصرة الأعمال الكتابية نظرا لتغير مستويات الأجور الأجر التشجيع الغرض منه زيادة الإنتاج على أساس إغراء العامل بالحصول على مزيد من المال مقابل إنتاج ومجهود أكثر يبقى الغرض منه زيادة الإنتاج على أساس إغراء العامل بالحصول على مزيد من المال مقابل إنتاج ومجهود أكثر وترى الإدارة هذه السياسة علاجا للإشراف الغير فعال او صعوبة العمل او عدم انتظام سيرو او انخفاض الروح المعنوية او هبوط مستوى الانتاجية بدرجة لا ترضى عنها مثال الاجر في مصانع التريكو والملابس الجهز بالنسبة للتريكو والاجر بحساب عدد السطور المنتجة يوميا عن طريق عداد الماكينة او بالمتر بالنسبة للملابس الجهزة الاجر يحسب عن طريق القطعة اي عدد المنتجات في اليوم او الطريحة اي انتاج كمية محددة وتحديد اجر لها بالاضافة الى النظم المتبعة للاجر بالساعة او بالمدة او بالشعر مع الاخذ بنظم المكافئات السابقة جهور تشجعية امية التحفيز بقى لشباع دوافع الانسان المادية والنفسية والزهنية والاجتماعية وهي ضرورية لتحقيق اهداف المنظمة اهداف الحوافز تشجيع المنفسة بين العاملين تميز الافراد زوى الاداء المميز حفز زوى الاداء المتوسط على التقديم تحفيز يعني زوى الاداء المتوسط على التقدم دايما ابراز هوية المنظمة في الاداء المتميز استمرار التميز في الاداء وتطوير الاداء المستقبل شروط نجاح نظام الحوافز اتفاق اهداف العمل واهداف الافراد توفق الوظيفة مع ميول الفرد وقدراته الجمع بين الجانبين المادي والمعنوي تناسب الحافز مع الجهد المطلوب مراعاة عنصر التكاليف ارتباط الحافز بالسلوك المطلوب وفورية تطبيقه يعني لازم يكون الحافز مرتبط بالسلوك المطلوب ويكون متوفر لتطبيقه عدالة الحافز وشعور العاملين بذلك وضوح نظام الحوافز واساسها وشروط الحصول عليها اشراك الافراد في وضع خطة الحوافز توجيه الحوافز للاداء الجيد وتنمية السلوك المرغوب تجديد فعالية الحوافز باعلانها وتأكيد اهدفها وشرح اساسها تناسك الحوافز والتغلب على تناقض اجزائها الحافز المادي والاجتماعي مثلا والجودة والكمل توفير القدوة الحسنة للافراد في الاداء والعلاقات التعرف على رد فعل الافراد واستطلاع رأهم اتجاه الحوافز اعتبار الحوافز جزءا من ادارة المورد البشرية يجب ان يتناسك مع بقية الاجزاء تقويم نظام الحوافز وتطوره نيجي بقى ناخد بعض الاسئلة على الجزء اللي احنا خدناه بتاع الباب الاول الدور التنفيذي واطلق عليه الدور نقط ويشمل ايه هنا التخطيط والاستقطاب احنا قلنا هنا الدور التنفيذي يطلق عليه الدور التقليدي التقليدي ويشمل التخطيط والاستقطاب والتسكين التدريب والتنمية التعويضات رواتب والمزايا الافراد هم استثمار اذا احسنت نقط ويمكن ان يحقق مكاسب طويلة الاجل منظمة في شكل بل الافراد هم استثمار اذا احسن ادارته وتنميته يمكن ان يحقق مكاسب طويلة الاجل للمنظمة في شكل زيادة الانتاج السياسات والبرامج والممارسات لابد ان تخلق لاجباع الحاجات نقط ونقط بس سياسات والبرامج والممارسات لابد ان تخلق لاجباع الحاجات النفسية والاقتصادية للفرد نقط لابد ان تخلق بحيث تشجع الافراد على تنمية واستغلال معارضهم لاقصى حد يبقى بيئة العمل لابد أن تخلق بحيث تشجع الأفراد على تنمية واستغلال معارضهم لأقصى حد إتاحة تقنيات المعلومات والاتصالات خاصة التطور في الفكر إتاحة تقنيات المعلومات والاتصالات خاصة صورة الإنترنت التطور في الفكر الإداري والموارد أصعب عنصر في منظومة العمل في أي منظمة هو الإنسان مسئولية التعامل مع الإنسان تنصب في المقام الأول على وظيفة إدارة الموارد البشرية يقصد بالتحليل الوظيفي يقصد بالتحليل الوظيفي هو عملية جمع وتحليل وتركيب المعلومات الخاصة بكل وظيفة بغرض التعرف على كل ما يتعلق بالوظيفة من حيث متطلباتها وخصائصها وطبيعتها عن طريق الدراسة والملاحظة واستخدام الترك العلمية الحديثة المتوفرة في هذا المجال تحليل وتوصيف الوظائف يشمل الوظيفة العمل الفئة الدرجة الوصف الوظيفي هو عبارة عن كتابة وصف كامل المهام للمهامات والواجبات التي يقوم بها شاغل الوظيفة وكذلك المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة تحليل الوظيفة يشمل الاستكتاب السرد الكتابي الملاحظة والمقابلة الناتج الاول لتحليل الوظيفة هو وصف الوظيفة ينقسم التوصيف الوظيفي إلى المسمى الوظيفي ملخص الوظيفة المهام الرئيسية المعارف والمهارات المطلوبة للمنصب المقصود وصف وتحليل الوظيفة هو أساس تحديد الأجور وغيرها من نواحي إدارة الأفراد مثل الاختبار والتدريب والنقل والتركية والأجور التشجعي هنا بيقول لي سؤال ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطئة من من مزايا تطبيق الإلكتروني في إدارة المورد البشرية توفير استخدام الورق طبعا إجابة صحيحة خطوات عمليات تخطيط المورد البشرية هي التأكد من تخطيط احتياجات المنظمة من الموظفين طبعا إجابة صحيحة طريقة الاستقصاء طريقة تستخدم عادة لإتمام برنامج تحرير وتقويم الوظائف طبعا إجابة صحية طريقة المقابلة تعطي طريقة المقابلة نتائج غاية في الدقة وحسن استخدام الوقت وتكون المقابلة مع الملاحظة هي المدخل المفضل طبعا هنا إجابة إيه؟ طوفي المقابلة معلومات يصعب الحصول عليها عن طريق الملاحظة طبعا هنا الإجابة إيه؟ صحية إحنا كده خلصنا الجزء بتاع الباب الأول بنتكلم فيه عن إدارة تخطيط المورد البشرية آآ أتمنى تكون الجزء اللي احنا شرحنا ده استفدتم منه الأسئلة اللي احنا ديناها تكون كافية وتكون غطت المحتوى اللي احنا خدناه آآ أتمنى ليكو التوفيق والنجاح واشوفكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة